فيش سؤال جمول الأهلي على غير العادة يعني بلوك احنا قلقانين من مطش بكرة مش الأمور مش مشة في أفضل حال والنتائج وبتاع ليه جمول الأهلي قلقان جمول النادي الأهلي قلقان عشان في مشاكل في قرارات لعيبة النادي القالي في التالت الأخير هي المشكلة في مارس الكولر ولا مشكلة في اللعيب أنا كمدير فني بحط التاك تيكس بتاعتي بناء على المعطيات اللي معايا وبناء على الأدوات اللي معايا في ظل الغيابات اللي عندي وبوصلك لحد الجون قرار اللعيب ده مش بتاع المدر قرار اللعيب ده بتاع اللعيب تعال نشوف بعض الكورر النادي الأهلي بيعرف فيه يعمل مراحل اللعبة 3 أو 4 مراحل اللعبة انت بدأول بتعمل البلد ده بتدرك بالكورة مع كامير حالة ترانزيشن اللي هي التحول وعكده مرحلة الثالثة اللي هي بتبقى مرحلة الكريشن أو مرحلة الإنهاء مشكلة دايما عند الأهلي في المرحلة الثالثة تعال نشوف بعض الكورر من مباراة نادي الأهلي ونادي زد الأخيرة ده نفس الكلام النادي القلي بيطلع بالكورة كريم الدباس موجود أم خد الكورة أهو طهر محمد طهر بص عاوز أوليك بقى طهر تصرف اللي أعمله وإدي الكورة لزيد النادي القلي بفضل اللي يلعب بالكور دي معظم مبارات نفس الكلام محمد عبد المنعم بيطلع مرة أنا أعطيه بيحاول تحاول لعيب رقم 8 كورة بتروح لطهر محمد طهر ممكن قدامه يلعب نفس الكلام هيلعب أهو العمر الصلاة عمر الصلاة بص قطع الكورة ليه؟ النادي زد النادي الأهلي كل المبارات اللي فاتت مع الغيابات الكتيرة بيعاني بسبب قرارات لعيب النادي الأهلي والقرارات دي أنا ممكن أقول لك إن هي هنا عمر كماء عبد المنعم عبد واحد إدك حل طلع بالكورة استلم الكورة عمر الصلاة قطعت منه بص بقى الكورة ما رجعت تاني لو إدك كورة صح كورة تلعب أهو ده قوت فأنت عندك مشكلة في قرارات لعيب النادي الأهلي في التلت الأخير نفس الكلام هنا كريم الدي بيسا ينزل السلم مرانا عطية فريت لقالي كلها متزاقت لقدام مرانا عطية هيطلع الكورة لطهر محمد طهر هيقرب له مرانا عطية تاني هيلعب معها الدبل باس هيدي كورة لطهر طهر هياخد الكورة ويخش جواه الملعب بص برضو قمت الكورة قطعت ففي مشكلة عند قرارات لعيب النادي الأهلي ففي مباراة بكرة المباراة مش حمل إن انت تعمل الكلام ده اللي انت بتلعب قدام نادي الزمالك ومباراة ديربي فالموضوع عبا صعب جدا نفس الكلام هنا طهر محمد طهر لعب الكورة فالمشكلة دايماً التلت الأخير يا كريم من الملعب النادي الأهلي عنده في مشاكل كبيرة جدا ده بالنسبة لموضوع أنا بس في حاجة عوزولة عليه عمر كمال عبدالواحد معايا صورتين ليه يلا عمر كمال عبدالواحد في مباراة في مباراة زد أكتر لعب في النادي الأهلي لمس الكورة 94 مرة بس لما تيجي تشوف الكم العرضيات اللي عملها عمر كمال عبدالواحد وتقارنها بالعرضيات اللي اتعاملت مثلاً في مباراة أمبي هتلاقي رقم كبير جدا دي العرضيات اللي عملها عمر كمال عبدالواحد طول المباراة لو انت عدتهم اعتقدهم حوالي 13 عرضية منهم 6 صح نسبة 50 في 100 بالمناسبة نسبة الصحي دي انها لما تقع على دماغ حد بس هممكن ألعبها في المكان الصحي بس يبقى فيه مشكلة في التحركات ده كان في المباراة مباراة تزد شوف ب�� الصورة اللي بعدها هتلاقي المباراة بتاعت نادي أمبي العرضيات اللي اتعاملت من النادي القهلي دي التلاتة عرضيات اللي اتعاملوا في المباراة أمبي في التسعين دقيقة من باكرايت النادي القهلي اللي هو محمد ني تلاتة عرضيات فقط وبالمناسبة لما يبقى الأرو ده أحمر أو السام ده بيبقى أحمر معناها ان ولا عرضية صحيحة كانت موجودة في المباراة فانت بتتكلم على لما كينة عرضيات موجودة في ظل وجود واحد زي وسامة أبو علي هي بقصة كبيرة جدا جدا